نبتدي بقى كلامنا المهم جدا من بداية الحلقة النهاردة قلنا هنتكلم على الشخصية التوكسك يعني الشخصية السامة المؤذية خلوني راحة بديوفل معانا في الستوديو الاستاذ زيارة شاهوان اللايف كوتش زيك يا استاذ زيارة كمان معانا لدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أهلا محمد زيارة خلينا كيف في البداية يعني نعرف الأول يعني أنا عايز أعرف أنا جاية النهاردة عشان عرف النس وعرف أنا كمان ايه هي الشخصية التوكسك او الشخصية السامة المؤذية الاول عادينا نقول مقدمة مهمة قوي احنا عادينا ايه في حياتنا في العلاقات عادينا علاقة مريحة خاليها من الضغوط لان الضغوط الحياتية دلوقتي كبيرة وعشان دايما بنقول الاترابط النفسية نتيجة خلل في علاقة من اللي احنا هنقولها دلوقتي تمام خلل علاقة مع ربنا خلل علاقة مع نفسك او خلل علاقة مع الناس احنا النهاردة جاينا نتكلم على علاقة السامة دايما هتلاقيها نتيجة خلل علاقة مع الناس واثارها بيمتد لخلل علاقة مع النفس فيظهر كتير اوي من الاترابط النفسية زي القلق والاكتئاب وعدم الراحة العلاقة دايما بتبقى بين شخصين او اكتر العلاقة السامة بيقى فيها شخص دايما مسيطر عايز ينفس كل حاجة لان هو شايف نفسه صح في كل حاجة وبالتالي بيفرد بشكل غير منطقي عنده لا منطقية جديدة اللي هو يفرد كل اللي هو عايزه على الطرف الاخر وعلى الطرف التاني اللي هو يلتزم بكل اللي هو بيقوله غير كده هيحصل على مزيد من النقد والسوء في التعامل منه عشان كده العلاقة السامة محبطة بتأدي لكتير من العلاقات المتوترة طيب لو احنا قلنا ان الشخص المؤذي دا اللي هو شخص مسيطر صحيح مشي ما هو شخص مسيطر دا لو انا قلت مسيطر طب ما كل الرجال هم سيطرة في البيوت يعني كل واحد يقولها كان راجل في بيتي يعني دا معناه ان كل البيوت دي بقت علاقات سامة تيجي الناس ترجع تقول لي برضو وإحنا بنتكلم كده يقول لي يا إيمان طب والناس بتاعت زمان دي كتب تعمل ايه يعني الناس اللي طول عمرنا البيوت مقفولة على بعض والباب مقفول يعني وكل واحد وكل بيت فيه شيلة وكل بيت البيوت أسرار طيب ليه في الزمن دا اشمعنا في التوقيت دا بتادينا نسمع دي يعني ما فيش واحدة تشتكي من جوزها غير ويطلعوها ان علاقة سامة فيش واحدة تشتكي من خطير بتقول لي بس دا توكسيك سبيه بسرعة قبل ما تتجوزوا وتطلعي لك بعيلين تلاتة طيب وهنتكلم بقى تاني يعني بس أنا مش دلوقتي هني بتدعوه بالعلاقات العاطفية العلاقات وبعدك هندخل في الأهل العلاقات المؤذية بقى التوكسيك دي اللي صعبة لانا لا قادر أغير أبوي ولا أمي ولا أخواتي ولا ولا ولادي يعني فيه ولاد بيبوه وتوكسيك شخصية مسيطرة طيب قولي لانت بقى من الستات زي بعضينا بقى يعني طيب ما إحنا كست لما برتبط في أي ارتباط أنا لازم ببقى الأقل الأضعف مش أقل قيمة بس اللي هو أنا شخصية اللي ببقى تابعة وإحنا ستات بنحب كده اللي هو أمر يا سساي يعني يجيوا لا ما تنزليش حاضر ما تلبسيش حاضر ببقى مبسوطة في البداية أنه بغير علي ومبسوطة بقى أني بيرنيل 4 ساعة وما تروحيش وما تجيش هو طب ما هو أنا كبنت وكست أنا بحب ده فهل أنا اللي بدخل برجلي وبقوله خليك توكسيك يا سسايد لا هي كل حاجة ليها حدود طبعا فكرة أن الست بتبقى حبة دي من البداية فهي دي غلط في التربية من الأساس أن هي تربط أن الست لازم تقول حاضر على كل حاجة الست لازم علشان جوزها بيحبها يبقى لازم بيغير عليها بالمنظر ده الغيرة دي مش صحية اللي هو يفضل كاتم عليها يحرمها من صحابها ما يقولهاش انزلي اشتغلي ما تشوفيش نفسك ما يديهاش السبيس بتاعها الكافي أنها تبقى نفسها دي تبقى علاقة توكسيك لكن الغيرة العادية آه دي وردة عادي جدا أنه هو يبقى متصلت زيادة عن لزوم هو ده اللي مش طبيعي هو ده اللي بيخلي الست تبقى مكبوتة تبقى ماشية أكناعة ماشية على قش ربيد مش عارفة تكلموا كلمة يتعصب عليها يقلب التربيز عليها يقولها انتي يسبب يقولها هي دي العلاقة السم اللي احنا بنكلم عليها بتفضل طول الوقت خايفة على مشاعره فبتفضل تضغط على مشاعرها تفضل تيجي على نفسها كتير يعني المجتمع مثلا اللي احنا عايشين فيه دايما يقولك الست هي اللي لازم تمشي المركب هي اللي لازم تضغط على نفسها شوي ما ينفعش ان هي تفتح بقها الكلام ده كله هو دا اللي بيضغط على الست وهو دي العلاقة التوكسيك هجيلك برضو في الستات اللي بتجيلك اللايف كوتش دي دبعتي إحنا حياتنا من غير لايف كوتش دي خلاص بقى إحنا بعض في نفس الاتجاه طيب الغيرة تمام إنه يسيطر شويتين كده لطف اللي هي البهرات الحلوة لكن برضو أرجع تاني أنا لحداك قلته ده أنا إيمان مش شايفة طوكسك يعني ماشي يعني أنا مثلا بحب الرجل الغيور فى دلوقتي طبعا هيصوته ظلعة يتكلم عن شخصات طوكسك وبعدك بتقول الشخصية يعني بجد أنا مثلا بحب الشخصية الغيورة الراجل بالنسبة لي لازم يغير بس يغير فعل مش كلام لان في ناس بتوهم بالغيرة توهم بالحب لكن واحب الأفعال أفعال كده الأفعال اللي هو الاحتواء اللي هو الراجل لازم يحتويني ولاقيه معايه في كل موقف الصعبة والحلوة يعني الحلوة قبل الوحشة وحاجات كده ما هو بقى ده لكن هلو غار عليكي وقالك ما تنزليش الشغل لأ دي تبقى أوكي؟ لا يقعد بقى في بيته متكرم متحسن مايجيش أصلا يعني لا معايكي في الحتة دي مايجي بقى على الكيان الشغل بس فيه ستات كده كده ما بتشتغلش يعني أقصد بقى إيه اللي كده كده ما بتشتغلش وقعدة في البيت من أول يوم خدها فيه جوزة ما هو بص يقولك الراجل على فت عودي هو أخدني من بيت أهلي إيه بشتغل مدام أخدني من بيت أهلي بشتغل فهو ما يقدرش يجب عليكي يقولي يعودي من الشغل لكن الكلام ده بيعودوا يتحكموا فيهم لما يكونوا أخدها ما بتشتغلش تقولوا إيه أنا عايزة أنزل بقى أشتغل أنا عايزة أعمل مشروع فبيبقى فيه بقى إيه لحظات لابس كده اللي هو هتمسك فلوس وتتغر عليها هتسبني طب لو اشتغلت طب ما أنا دلوقتي زليلها بالقرشين اللي بدهم لها طب لما تبقى ليها فلوسها الخاصة وعندها فلوس في البنك دي هترميني في الش دي ما اسمهاش غيرة ده هو التسلط ده ده اللي بيتحكم في العلاقة إن هي ما يفعاش تمسك فلوس ما يفعاش تنزل الشغل هو ده التوكسك اللي بنكلم عليه ده التوكسك لكن دي مش غيرة الغيرة المقبولة زي ما قلتلك آه إن أحرارة بتاعت الرجالة دي على الست آه أوكي ماشي طب وإيه المشكلة لما الست تنزل تشتغل كده وتبقى لطيفة وجيب حاجاتها كده إيه اللي بيغيز الراجل يعني ليه هو ليه علاقة سامة كده يعني ليه كابتها وليه دايما نكسر نفسها ليه ما تشوفش وما تشوفش الفلوس لأ وما تشوفش رجالة غيري وما يبقاش حد يقولها كلمة حلوة غيري أنا عارفة يعني أنا عارفة الرجالة دي دكتور ليه يعني ليه هو بيبقى كده وممكن يبقى واخد واحدة على قد حالها هو برضو نفس المستوى بس اللي هو هو يطلع بس هي ما تطلعش يفضل عارف إنت إيه اللي هو القد اللي هو بينقط لها يعني بدل ما يديها مثلا ربنا كرم ويديها ألافات مثلا تجيب حاجة ولا بالميات برضو يعني في الشخصيات دي دي تربية يعني هل هو هو متربي شايف أبوه بيعمل كده ايه يعني هو ليه بيطلع شخصية عجيبة كده يتفق على الحاجة العلاقة هات وخد دايما الشخص اللي بيتسم بالعلاقة السامة هو عايز طريق وان وي بس زهاب بس بالعودة الزهاب ليه ما فيش حاجة كلمة بعديه عشان كده دا 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 احنا بنقوله فيه علاقة طبيعية علاقة صحية بين طرفين هات خد ليك فرصة اللي انت تعترض وحقك وانا ليه برضو فرصة اللي انا اقول اللي انا عايزه هي دي العلاقة العادية دايما الشخص اللي بي صاحب شخصية او علاقة سامة دايما فعلا زي ما حريك قلت كده الدور البيئي ليه دور كبير جدا مسيطر عليه لانه هو ممكن يكون نشأ في اسرة فيها الجو التسلطي ده فيها العلاقات السامة دي بين بابا ومامته بين بابا ومامته واخواته فهو ده طلع المعتاد بالنسبة له فييجي يغير اي حد يحاول يغير مبادئ اللي اتعاود عليها يقولك لا انت اللي غلطان العلاقة دايما بتاعتي انا انا اللي بفرد كل حاجة والطرف التاني لا اها ما يفردش اي حاجة انا اللي بدي كل حاجة وبالتالي ده بيستنزف كتير جدا من طاقة الطرف التاني بيستنزف فعلا هو بتاعفي لما حد يصمم بسين صغير كده ويعمل لك مية بيقولك عوم فيها طب انا عايزه عوم في البحر يقولك لا هو ده ده المكان بس اللي انت تكون فيه علاقة معايا غير كده مرفوض وعشان كده دايما بنيدي نصايح كتير كتير اللي احنا نبعد عن السلبية لان الشخص صاحب العلاقة السامة بيصدر السلبيات دايما اه يعني انا لسه اريم مقالم بيرح اللي هو مصاص الطاقة صحيح مصاص الطاقة زي مصاص الدماء كده اللي هو فيه فعلا الشخصيات التاكسيك السامة دي بيعد يمتص طاقتك يمتص نفسيتك يمتص الباور اللي انت بتدول يمتص كل حاجة حلوة فيكي لغاية ما تحس فجأة تلاقيه الست كبرت عجزت عينيه على طول حزينة على طول مش مبسوطة ما عندهاش نفس تشتغل مش قادرة تربي عيالها مش قادرة تعمل صحاب جداد مصاص الطاقة ده هل ده نفس برضو يندرك تحت الشخصية السامة لتاكسيك ده ده بيسحب الطاقة الايجابية اللي عندها وكل سماتها الشخصية الايجابية اللي مساعداها على الحياة بشكل يتسم بالصحة النفسية ويغزيها بقى بمفاهيم سلبية وده دايما اللي بيخلي ثقة الزوجة بتضعف يغزيها بقاني مفاهيم بقى بويس اقولها حضايا كحاجة بحاجة بحاجة نخليه متفقين الاول ان الشخصية التاكسيك السامة دي اول حاجة شخص مسيطر تاني حاجة شخصة اناني بفكرش غير في النفسه راكب القطر وماشي هو انا اطلع انت تنزل انا مش علاقة انت مجيش جنبي وحتى ما بيقبلش ان هي تيجي جنبه يعني هي حتى تطلع كده بس يعني ايه تنطحه كده تبقى في نفس المستوى لا انا اطلع انا يبقى معي فلوس انا بقى حلو انا بقى شيك انا اخرج معي اصحابي انا اتكلم في القعدة انت متتكلميش انا بقى كاريزمة قدام الناس انت مش لا ايه اكتر المشاكل اللي انت حلتيها كلايف كوتش في الحتة دي الست بتحكيلك جزها بيعمل ايه انا بس عايز اخبر من انكلام دكتور محمد ويقولك ايه وبيديها سلبيات اللي انا من وجهة نظرنا احنا كستات بيسمم بدنها لما بيجيلك واحدة بتسممها بدنها صح كده يا را ايه بقى بتقولك ايه بتحكيلك ايه اللي بيحصل لها لا بيحصل طبعا الضرر النفسي والجثماني اللي بيحصل عليها المرض بيظهر عليها اديني الكلام اللي نفهمه بعد الضرر يعني مثلا تلاقيها فعلا زي ما انتي بتقولي الطاقة مفيش طاقة مفيش نفس انها تعمل حاجة ممكن تخش في اكتئاب تبتلي تاخد ادوية مفيش كوميونيتي صحاب ما اشتغلتش على نفسها ولا عارفت اشتغل على نفسها هو كل محور حياتها مفيش شخصية تاكسك برضو وخصوصا الرجالة بيبقى الشخصية التي لا ترضى يعني مهما عملتله مفيش تقدير عايز ازياد يعني كل ما مديتي كل ما ما كفهوش فدي بالنسبة للست بتبقى حاجة مدمرة جدا بتخليها طول الوقت مش عايش حياتها مش عارفة حتى تعبر عن مشاعرها مش عارفة حتى يعني اسمعها هم بيسمعش الشخصية دي ما بتسمعش حلوة قوي حتة عدم الرضا دي يا هم حلوة قوي لان احنا ممكن ما بعرفش عبر اقولها يعني ممكن تيجي يعني قديله اسباعي عايز ياكل كتفي يعني فعلا اللي هو عدم الرضا ده بيخلي الست تبقى فحيرة اللي هو فعلا انا مقصرة يعني هو انا فعلا بيقلل ثقاتها من نفسها مقصرة وتيجي تقعد تكلم نفسها كده ايه شوية ايه قبل بقى ما تدخل في الاكتئاب ما يمكن انا فعلا بعمل له الحاجة اللي انا بحبها مش اللي هو بحبها مع السوشال ميديا بقى بتخلينا برضو ايه نقعد نسمع افكار كتير السوشال ميديا دي عمنا زي المصنع اللي هو فكرة من هنا وفكرة من هنا وفكرة من هنا فانا دماغي بتقعد تخبط بالافكار اللي انا بشوفها طول الليل وبسمعها طيب هو طول الوقت عدم رضا انا بقى كست بينعكس عليها بطريقة تانية انا فعلا مقصرة بتيجي تكلم صحابة تقول لها انا بعمله وبعمله وبعمله تقول لها ايه يا شيخ يا واصم مش هيعجبه لحاجة بتحبه بقى فترجع طوط مع نفسها تاني طيب لأ انا هغير الطريقة تلاقيها فجأة الست دي وصلها بمرحلة جنين تنزل تغير لون شعرها لو لقيتوا عمل الوحدة شعرها صفر مثلا لايك فهي شعرها صفر تنزل الصبح تلاقي عيني حرقة شعرها ولايت في شعرها عشر يمكن مش يمكن مش يمكن لما يبقى شعري مثلا اصفر فاللي هو يهدى شوية واعجبه مش يمكن لما اضربه اكسجين يمكن برضه تاني حاجة فجأة مثلا تلاقيه لو قال لها مثلا انت خاصة زيادة موكولة دي شخصيات تاكسل راح نتكلم فيها فاللوها فجأة تلاقي الست عملها تاكل وراحت لدكتور دايت ودخزية فتدخن فتقول لها ايه ده وانت مش شايفة انت تدخينت زيادة عن لزوم تحب تجنيني يا عم انت ولا ايه فهي دي اللي هو اضطرابات النفسية هو الفكرة ان هي بتقلل شخصيتها من نفسها بيحسسها طول وقت انها قليلة بيحسسها طول وقت ان انت ما تستهليش فهي بالتالي بتحس ان هي في ايديها عجبة اخر قطعة اخر قطعة الراجل دا اخر قطعة في السوق بالزبط فما ينفعش ان انا اضايق ولا يمشي ويسبني فهو طول الوقت كل ما بيقللها كل ما هي بتقل من نفسها فانا بنصح لستات اللي العيشة علاقة زي دي ان هي ما تصدقش حكم الشريك عليها حكم الشريك ما تصدقش حكم الشريك عليها هي تبتدي تطور من نفسها تبتدي تشارع نفسها تبتدي تحس ان هي لا هي تستاهل هي تستاهل حب تستاهل معاملة حلوة تستاهل تقدير تستاهل انه يبصيلها ويكلمها كلمة حلوة لا خلينا دي في الاخر لس يعني لا احنا لسه ده بندخل 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 المشاكل اللي جوا حتة عدم الرضا عدم الرضا دي انا عارفة ان هي دي بتجيبك تقاب وممكن كمان توصل الانتحار ان انا غير راضية يعني اللي قدامي غير راضية فانا طول الوقت بشتغل على نفسي زي ما بتدوس عربية بنزينة حالاخر كل ما يحسسني ايه ده انت ماشي بطيق ليه فادوس ايه ده ده الناس بتضحك عليك وورا يقول ما بتعفش تسوقي فادوس فهي كل شوية انا عملا دوس ادوس لان هو بديني طاقات سلبية سامة في اللحظة دي انا المفروض يعني زي ما يا رأي قالك كده يعني ده رأي يا رأي حضرتك ايه المفروض اعمل ايه عشان اتقبل السلبي بالاجابي فيه مفهوم احنا بنهتمي به جدا وهو الطفل صغير اه تلت حاجات هنتكلم فيها مفتاح قوي جدا تخلي الواحد عنده صلابة نفسية ضد الافكار السلبية يا ريت يلا انا منصيتها اول حاجة لازم ان تعلي ثقة الطفل بنفسه يبقى تعليقك عليه كل اجابي يا جماعة بلاش طول ما هو الطفل قاعد يا حبيبي قعد ارجع وراء انا قلتلك مئة مرة ابعد عن التلفزيون انا قلتلك امسك المعلاج بيدك اليمين كلها افكار سلبية لازم يبقى لازم تعلق له على الحال واحنا مسكين على الولاد على الوحشة انت مسكلي على الوحدة كل حاجة هو بيعملها غلط بتعلق له عليها فكده بتضعف ثقته بنفسه يكبر تلاقي ثقته بنفسه ضعيفة ساقوة ولد او بنت بص دكتور انا هعمل حلقة من النشأة اوعدك لكن دلوقتي الستات معنا عايزة تعرف تعمل ايه مع الراجل ده الراجل اعمالي باستفع طويل وقت والراجل ده كمان بتحبه بتحبه ما هي المشكلة ان هي بتحبه تحبه وبتتوجع ومش عايزة تطلق ومش عايزة تخرب بيتها بس بتقولك جوزي شخصي اسمه مرعبة اعمل معه ايه فانا عايزة بس تعمل هي اللي هي تاني نقطة وثالت نقطة اللي كنا هنتكلم فيها اللي هو بقى ايه تقدير الزات لازم تلعب على تقدير الزات كويس يعني ايه واحد عنده تقدير الزات اللي هو بيحط نفسه في الاعتبار في ناس دايما بتحط الناس يرضي الناس دايما هو مش مهم يرضي نفسه عشان كده كل طاقاته هو بيستغلها عشان يرضي الطرف التاني سواء الطرف التاني يجي دازوج او صديق هو دايما عايزه يشوفه راضي عن نفسه دايما يشوف عايزه يبقى مش متدايق منه لو قاله انا خصمك مش هكلمك هبعد عنك لا يتوتر ويدايق ليه لاني حط علاقة الشخص ده فوق علاقته بنفسه طيب دكتور محمد انت لما ترتبط بستة وتحبها مش هتبقى طويل وقت عايز ترضيها احنا كستات ما ده طبيعي يا جماع يعني انا بحس اللي هو انا لما ارتبط براجل هبقى بعمله كل حاجات الحلوة اللي بترضيه هبقى عايزة اعمله يعني ادلعه ارديه اقول له كلام حلو اعمله مفاجأة اعمله اكل حلوة بيحبها اصد ده طبيعة الستات يعني يعني قولي اقنعني بحاجة تانية يعني زي اقولها مثلا ما تديلوه زيادة مشاعر اصد دايما الستات بتدققوا من الكلمة دي صح ما تيجي تقولها ما تدلعهوش قوي ما تفخهوش ما تديلوش كلام حلو كتير لما يقول الكلمة تديلو ربع كلمة ما بنقتنعش احنا كستات بالكلام ده بس دي حقيقة ده واقع بس احنا دايما معطاقين الستات دايما بتدي مشاعر كتير طب تعالوا ننزل الشارع نشوف رأي الناس ستات ورجالة ونرجع نكمل كلام طوكسك يعني علاقة سمة يعني بتزيش الطرف الاخر يعني بتضيقه يعني مش بتسيب له مساحة من الحرية طوكسك بقى بيبقى الشخص المؤذي في اي علاقة عن مثلا هوا فيه ناس كده هوا بيحبوا يبقوا متسلطين علاقة خطر علاقة خطر لان هتتهجبك ورا هتخليك شبهه لو عملت معا كتير او كملت معا فاهمني انا من الشخصيات اللي ببعد عن اي حاجة طوكسك لان فعلا عصابي مش بتستحمل انا بحب ان الصداقة او اي علاقة تمشي بطريقة سموت جدا فلما بلاي العلاقة فيها اي تاعب او كده ببعد بصرا الشخصيات الطوكسك دي زي الانسان اللي بتقبله اللي هو بيكون هي بمعنى سام بس سام دي انا نعمل زوم اكتر ان زي الانسان المتطفل الانسان الديني الانسان الغبي وده اكتر حاجة ممكن اي حد يكرهها كده يعني هو ده بالنسبة لي الشخصيات الطوكسك ان انا ما بتمناش خالص ان انا هتعامل معا اصلا الشخصيات الطوكسك هي الشخصيات المسممة او الشخصيات المريضة نفسيا اللي هي بتعمل مشاكل في التعامل مع غيرها من الشخصيات بتعمل حاجات مؤزية زي الكسب مثلا زي انها تبع عندها مستيكس بتقعفل على اللي غيرها بالنسبة لي اي شخصيات بتفكر في نفسها بس او بتفكر في ان هي بتعمل كل حاجة بشكل صح بس هي اكشلي بتازي ناس تانية حواليها مناغ المطارف لا او محدش بيقول عليها توكسك انا شخصيتي مش توكسك اصلا يعني ما بحسش ان انا متحكمة او ان انا بحب افرد رأيي على حد خالص انا مش توكسك لا مش عارف فيدك في موضوع ده الاسم لان انا نفسي توكسك اصلا انا باخد بالي في تعامل مع الناس يعني انا ببقى اخد بالي كويس او بعدين انا زي ما باخد زي ما بدي فعنا لي هبقى توكسك مريت قبل كده بعلقة توكسك وكان تصرفي ان انا لازم انسحب دلوقتي حالا وهاقول انا عايز انسحب عشان انت مشكلتك كذا كذا انا هوضح المشكلة هو المفروض اللي بيمر بالعلاقة توكسك المفروض أنه هو يعني ما يستناش يمشي إلا لو الشخص ده كان عنده نية أنه يتغير أنا وبين توكسك عادي زيه زيه الولد بتوكسك كده كده بيتحول كذا مرة في الأول تفهمه اللي بيعمله ده غلط وما فيش استجابة يبقى سيبه وهو يتعلم الدرس لوحده بإما بتجنبهم لو هاتطر أنه يتعامل معاهم بصراحة بعرفهم باقي متهم ما بسكتل هو مش بصراحة علاقة توكسك مش هتنجحة جيد وطبعا أكيد الستات هي نبع الحنان والعطاء والرجالة دايما هي الشكوى منهم أنه هم شخصيات شوية نشفين شوية ما عندهمش العطيفة هي رقم واحد في حياتهم دكتور محمد قبل ما نروح للشارع كلهم نتكلم اللي هو أنا زي كل الستات اللي عايشين علاقات سامة أنا بقى بحسة بيهم لما تيجي تقول لها ما تديش ما انت السبب ان انت خلتيه كده ما انت اللي طمعته فيك ما انت اللي بتدي قوي فهو بص دايما الجملة دي يا ياري خليك معنا عارفة دايما الجملة دي في معظم البيوت اللي يقول لك ايه ما انت اللي عودتي على كده ما انت اللي اديتي قوي استحملي بقى ما انت اللي غلطانة كلمة انت غلطانة دي بتخلي العلاقة سامة لو خمسين في المية بتبقى مية في المية لان هي بتفضل تغلي بقى الحتة دي أنا عايزيك تردلي والمشكلة بقى في الحتة دي اللي هي كانت في الاول بتستقبل العلاقة السامة دا بعد الجملتين حلوين دول دا هي هتصدر الطاقة والعلاقة السامة لكل الناس اللي حواليها لان في حاجة اسمها اسقاط انا مرت بتجربة تجربة مؤلمة اثرت بالسلب عليها في كل نواحي حياتي فيه اطفال وفيه كبار ما فيش حل واحد الا الاسقاط يعني يبدأ يطبق كل اللي هو شافه دا على كل المحيطين حواليه ويحصل تحول بقى مية وتمانين درجة في الشخصية من شخصية مسلمة متسامحة الى بقى مصدرة للطاقة السلبية وتستنزف بقى كل طاقات الإيجابية اللي حواليه وتبقى هي عايزة تسيطر على كل حاجة ودايما ترجع الإحباطات والفشل للعالم الخارجي رو ممكن تكون لها دور في المشكلة بعد الكلمتين دول لا مش أنا السبب هو السبب الظروف هي السبب مش احنا الاثنين او هو في الاول وبعد كده انا لا فبقى عندها درجة انقار عالية جدا اللي هي ليها دور في المشكلة ايوة طب هي الطبيعي بقى الست بعد ما تقولها انت السبب وانت اللي عودتي وانت اللي بتدي طول الوقت ما فت بقى نسبة وتناسب دايما الكلام اللي بيحرق الدم ده اللي خلي الست تدايق اكتر طب الست بعد كده بتاخد قرار ان انا هبطل ادي هبطل عطاء هبطل دلع انا لو قلتلي كلمة هقولك كلمة لو جبتلي هدية هجبلك هدية هل ده صح ولا تفضل الست تدي وهو الراجل اللي غلط لا انا شايفة ان الست تبقى على طبيعتها الست اللي حسات عمله الست اساسا جواها الحنية دي بالفطرة لو بتحبه فعلا هتدي لو هي فعلا شايفة ان العلاقة هو بياخد بس وهي عمالها تدي وجاية على نفسها تتصرف زي ما هي عايزة لكن فكرة ان هي تمثل حب او ان هي تمثل ان هي بتديله وهي جاية على نفسها ومتدايقة ومأهورة وما بتنمش وحياتها متدربكة عشان بس ترديه هو ده المرفوض هي دي اللي علاقة السامة هي دي اللي علاقة السامة لو فيه طرف عايش حياته 180 درجة عايش ساعاته بشغله بصحابه يعني لايه الحياة كاملة تحس فيه حياة وفيه طرف تاني متضرر بالضبط عايزين نعكسها بقى لان فيه رجالة انا بقيت مبسوطة فيه رجالة بتشتكي الست اللي شخصيتها سامة الست التاكسك يعني مش كل الرجالة تاكسك فيه كمان ستات تاكسك على فجر تبقى ايه موصفات الست دي الدكتور محمد بتاسم انا فرحت اللي انتي انصفت الرجل اخيرا اخيرا هيتكلمه عالستين موصفاتها ايه الست التاكسك لو هي تحولت اعتقاد الشخصي هيكون عندها مصدر طاقة رهيب عنيف للانتقام انما لو هي شخصيتها كده من الاول هيكون دايما رغبتها من اول يوم هي المسيطرة على القرارات وما فيش اي قرار انت تاخده الا ما ترجعلي واي قرارات في البيت حتى لو في الفلوس والدخل والمصاريف وهات وخد انا اللي بقول فيه الكلمة العليا لو من البداية هي حست من الطرف التاني هو الرجل خلاص هو راضي بكده العلاقة هتسمر الكده على طول واعتقد هنا بقى الصعوبة اللي الراجل هنا هو اللي يتغير كنا بنتكلم من شوية على ايه اللي الست ممكن تتغير مع الحوافز مع الناس اللي بيصححوا لها افكارها الراجل بيبقى صعب صعب شوية صعب ان تتغير الراجل دايما الراجل بيبقى فيه شخصيته كده صلابة معينة لو وصل لها مش هيغير خلاص هو عتاد ومبسود بالشكل ده لانه هو لأ عالم مريح لاني انا لما طوعتها انا ارتحت من مشاكل كبير خليني زي منا فمش هيغير كتير طيب لسه هنتكلم اكتر عالشخصية التاكسيك وازاي نتعامل معاها ازاي بانا عايشة مع شخصية سمة وازاي انا ابدل السم ده بالعسل هل ينفع؟ هل الشخصية السمة دي بتتعالج؟ ولا انا اللي لازم اتعالج؟ ولا لازم اخد بعدي واخرج من الباب واهرب من الشخصية السمة دي انا فيه من اللي اقدر اعمله بعد الفاصل ما هو حجم التلاتة؟ ما هو في نهاية الحلقة كده لازم نبقى نقل يعالج جوزي هل بيقدر يتعالج الشخصية السمة المؤذية اللي انا عايشة معاه ده بس بحبه بس قلت يمكن يتعالج؟ يمكن حاجة تانية انا اتعامل ازاي معاها وهو مفيش حل فيه؟ يعني هل أنا اللي عالج نفسي بالشكل اللي اقدر استحمله؟ ولا افتح باب الشقة وافلت بجلدي؟ يعني ما هو حاجة من التلاتة قولي بانا اعمل ايه؟ لازم نتكلم في اكتر من حل وطبعا اللي بيسمعنا هو هيشوف الحل المناسب مع الاسرة كل اسرة ليها كواليس مختلفة طب ايه الحلول اللي مقترحة اللي بيسمعونا دلوقتي يطبقوها؟ من اهم عوامل الصحة النفسية التكيف التكيف النفسي حتى ربنا سبحانه تعالى خلق الحشرات والزواحف بتغيل لونها عشان ما تتكلش وتكمل حياتها بسلام التكيف النفسي هنا مش معناه نفاق اللي انا بعيش بنفاق لا لا بالعكس انت في ظروف وفي ظروف صعبة بتحاول تطور نفسك على الظروف اللي حواليك عشان توصل لأكبر قدر ممكن من السعادة والراحة التكيف لازم كلنا نتضرب عليه مش معناها التكيف اللي انت هتضغض عن اللي انت عليه عشان تريح الطرف الثاني لا 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 انت عندك علاقة قيمة بالفعل مش هينفع تهرب منها هي مفروضة عليك وفيه كواليس كتيرة ما تقدرش تهرب منها فتعمل ايه؟ لازم تتضرب هتعامل ازاي؟ أحل المشكلة ازاي؟ اتصرف في الموقف ده ازاي؟ انما فكرة اللي انا اسيبه وامشي فكرة مش بحبها لان العلاقات دايما بتاعتنا فيها ضغوط مش معقول كل علاقة وثيقة ومرتبطة ببعضها يحصل فيها بعض العلاقات السامة اسيبها وامشي لا هو جزء من الحل اللي انت ممكن تتجاهل الشخص وده الجزء التاني بعد التكيف اللي انت ممكن تتجاهل الشخص ده نفسه في بعض المواقف مش تتجاهله يعني تسيبه وتمشي وتكمل حياة لوحدها انا من انصار دايما اللي الانسان لازم يكون قدر عنده قدر على التكيف طيب تكيف قادر اقول لها تتكيف مع الوضع والتجاهل احنا بقى عشان الستات فاهمين بعض بس انا اقول لك بس يعني عشان الاشتفاهمين بعض لا بوسي طبعا في حالة تكيف ولا بتقدر تتجاهل ممكن تتجاهل شكلا لكن بتبقى بتغلي من جوه بتبقى بركان بتباين ان هي بتتجاهل لكن بيجي على صحيتها لا بوسي فيه علاقات تكسك لازم فيها وقفة صريحة اللي هي العلاقات اللي فيها ضرب فيها اهانة اشتيمة اختصاب دي لازم فيها وقفة وخلاص انتهى الموضوع لان انت بتربي اجيال وبيشوفوا الكلام ده قدامهم البنت ممكن تطلع عادي بالنسبة لها الضرب جوزه يضربها عادي الولد يطلع يضرب مراته عادي فهنا لازم يكون فيه وقفة جد في حل ان هم يروحوا لدكتور نفسي كوتش اي حد يساعدهم ان هم يتخطوا المرحلة دي مفيش يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله لان ساعات بتوصل لمراحل جمدة جدا لمراحل قتل وحاجات كده ويبقوا هم اتنين عايزين يقتلوا بعض وهم اتنين عايزين يرموا بعض بأي حاجة تموتهم الكلام ده بيحصل يعني علاقات السامة ممكن تخلص بالانتقام ممكن طبعا ممكن طبعا في كتير حلقة نسبة كبيرة منها بتخلص بالانتقام طبعا غير طبعا المصائب اللي الولاد بتشوفها فبتربي جيل يعني عنده جواه انتقام شديد جدا للطرف الاخر يارا انا بشكرك جدا والست زيارة طبعا لايف كوتش والدكتور محمد استشاري الساحة النفسية عايز اقول بقى مشاهدينا خليكم معي انا لازم اقول كلمتين كده العلاقات السامة وكم المشاكل اللي انتو بعته لنا على الصفحة كنت بتكلم مع الدكتور قبل الهوى كل بيت وليه مشاكله النفسية مش كل بيت ليه مشاكله الحياتية زي ما كنا بنقول زمان لا ده كل بيت بقى ليه مشاكله النفسية والحياتية فدول سايكوباتيين دول عندهم اكتئاب دول عندهم توحد دول عندهم دي علاقة سامة البيت ده مليان علاقات سامة هنعملكوا حلقة ان شاء الله تانية عن علاقات سامة الاهلية بقى اللي هو الاهل لكن اللي انا اقدر اقوله كل الستات حبيبي اللي بعتولي اللي انتو دوقتي بتتفرجوا عليها انا عارفة تقدري تقطعي عرق في البداية اوعي تمطلي في الوقت والجرجري في سنين عمرك وانت عارفة من البداية انه اناني عارفة وشفت انه اناني عارفة من البداية انه مسيطر من بداية اول شهر شهرين ثلاثة اول ما عرفته بعض من الخطوبة من اول سنة جواز من قبل ما تخلي فيه شايفاء ما بيفكرش غير في نفسه بس شايفاء اناني بكل طرق الانانية هو بس يضحك بس صحابه بس مامته بس دنيته بس شغله بس لكن انت في اخر اهتماماته وعليه بايه وعليه بايه انا عيش عمري كله اتربه واتخرج من الجمعة واشتغل واثبت وجودي وكافه في حياتي عشان في الاخر واحد طول الوقت يقزيني بكلامه يقزيني بتصرفاته يفضل طول الوقت محسسني ان انا ولا حاجة في حياته لا ده انت كل حاجة في حياته وزي ما قلت دايما في كل حلقات انت تخلقتي عشان تتدلعي اه احنا نتدلع ما نتدلعش ليه يعني مادام انا كويسة وانا عارفة قدراتي ان انا هبقى ستة كويسة وبراعي بيتي وشكلي حلو وجميلة وكل حاجة انا كل واحد عارف قدراته طب ولأ ليه ليه استحمل شخصية سامة وقابل كل ستة من دول انا يعنيها ورمة وعياط مالك اصلا عمل وعمل وسبني وبقى له شهر وما سألش علي طب اول مرة يعمل كده تقولي كل خناق يعمل كده كل خناق يسيبني يروح يقعد عن دمه كل خناق يسيبني يروح يسافر مع اصحابه ده خلاص مش هيتغير خلاص هو بقى شايفك ونتي بتعياتي كده هو شايفك ونتي عمالة بقى ما بتكليش وبتخسي وشعرك بيقع وصحتك النفسية عمالة تقع لا خالص ده بيكل وبيضحك وبيخرج ومامته كمان تقوله ايه انا هتجوزك انت حلوة كده تلقلك كمان ايوه فيه تجويد في الحكاية انا قلتلك من الاول دي ما تنفعكش انا هجيبلك بنت خلتك اللي توعد كده تحت رجلك ولا تفتح بقاها تروح وتيجي تخون وتصرف ما تصرفش تخلف ما تخلفش ايه قاعدة قاعدة مكانها بابا بتتحركش فيعني لا لا يعني لا يعني لا نحاول نبقى سكية اكتر علاقات سامة خلاص دلوقتي واضحة ودوح الشمس اشوف مصلحتي افكر في نفسي واهم حاجة افكر في صحيتي النفسية علاقة بتخليني سعيدة وجميلة وعندي طاقة للنجاح والشغل وبقى موردة كده وامر اهلا وسهلا اتفضل تعال ابي الباب علاقة من بدايتها نكد نكد ويفي سكة فوشي ويكلمني وعاية لا حبيبي جنب ماما دا مش جنب باب اشوفكم الحلقة جاءة على خير وكنت معكم امام مختار ويحكى ان على شاشة القناة الاولى